السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم مراجعتنا لإصدار جديد من شيلي يوني شيلي بلس يوني هذا الإصدار يستحق أكتر من سعره خلينا نشوف هاي التجربة رح نستخدم في هاي التجربة هذا الخزان مقسم إلى لترات كل خط من هدول لتر والمجموع 10 لترات بالإضافة أني ضفت هذا الفلو ميتر على الخزان بحيث أنه رح يقرأ أي مرور للماء من هذا الخزان بالإضافة إلى شيلي بلس يوني مع هاي الشاشة اللي رح تقرأ لنا اللترات وكمان رح تظهر معنا اللترات على الهاتف أول إشي خلينا نصفر العداد الموجود على الشاشة مجرد ضغطة واحد على الأوتبوت رقم واحد رح تصفر هاي الشاشة لاحظوا معي دقة الشيلي يوني في قراءة استهلاك الماء وظهور هذا الاستهلاك مباشرة على الهاتف بالإضافة أنه رح يظهر معنا على الشاشة الموجودة في الأسفل الفلو ميتر الموجود أمامنا واللي رابطه رح يكون موجود بالأسفل برسل 11 نبضة لكل لتر وهذا يسمى بلس وشيلي يمكنها عد هاي النبضات كما هو ظاهر معنا على الشاشة والجميل في هذا الإصدار من شيلي أنه بيدعم المعادلات يعني بإمكاننا نحول هذه النبضات إلى أي مقياس نحتاجه مثلا لترات سنتيمتر متر يمكننا إظهار ما نشاء على هذا الإصدار من شيلي والمعادلة اللي أنا استخدمتها لتحويل البلس إلى لتر رح تظهر معنا على الشاشة الآن بالإضافة أنه بإمكاننا نتحكم بالأوتبوت الموجود على شيلي عن طريق عدد نبضات معين أنه يشتغل هذا الأوتبوت وبهاي الطريقة أنا عم بعد اللترات على الشاشة الموجودة في الأسفل وهاي الدقة تعطينا آفاق كبيرة ممكن عن طريقة نعمل أوتوميشن دقيق في المنزل الذكي وطبعا أكيد بإمكاننا نطبق أي فيديو تم شرحه على القناة سواء حساس مستوى الماء حساس الضغط الانتركام باب الكراج على الشيلي بلاس يوني ومن أهم التغييرات اللي صارت عنا على الشيلي يوني صار عنا عليها 10 أسلاك بدل 8 تم إضافة إمكانية التشغيل على 5 فولت من خلال السلك السكني وتم إضافة البلس أو الكاونت من خلال السلك البنفسجي وأيضا الانبوت الآن يعمل مع الخط السالب بدل الموجب والأوتبوت بتحمل الآن 300 ميلي أمبير في السابق كان 100 ميلي أمبير والآن البلاس يوني تدعم توسيع شبكة الواي فاي للأجهزة الذكية اللي شرحناها بالتفصيل في هذا الفيديو بالإضافة إلى البلوتوث والجابا سيكريبت هذه هي أهم الفروقات عن الإصدار السابق في التجربة السابقة احتجت فقط 3 أسلاك من شيلي يوني الأحمر والأسود اللي رح يزوده شيلي يوني بالطاقة والبنفسجي واللي هو البلس أو الكاونت انبوت ونفس الشي عندنا 3 أسلاك على حساس اللي فلو ميتر الأحمر والأسود اللي تزويده بالطاقة والأصفر اللي هو البلس أوتبوت وعندنا المحول 12 فولت رح نشغل من خلاله الجهازين ربطنا كل السالب مع بعض وأيضا الموجب كامل مع بعضه والسلك الأصفر مع البنفسجي وهيك انتهينا من التركيب الشاشة اللي شفتوها في بداية الفيديو بتشتغل على 12 فولت سلك سالب وسلك موجب إذا عملنا شورت بين السلك رقم 3 والسلك رقم 5 رح تبدأ تعد عندنا هاي الشاشة بلس أما إذا عملنا شورت بين السلك رقم 3 والسلك رقم 4 رح تصفر هاي الشاشة فأنا استخدمت الأوتبوت رقم 2 في شيليوني خليها تعد والأوتبوت رقم 1 يصفرها إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب سلام عليكم اشتركوا في القناة